ايه حكاية اللوحة الملعونة؟ اللوحة الملعونة دي اسمها او ما يسمى هتكون مع حضراتكم حالة من اللوحة عشان تعرفوا شكلها ويعني الصيغة بتاعت اللوحة هي دي اللوحة شايفين حضراتكم مصوف اللوحة طفل واقف وجنبه دمية او عروسة وفيه وراء زي ايادي كده عايزة تدخل من الشباك تسحب الطفل ده او تسحب الدمية دي او ان الطفل وطفل كمان عابس ومتجهم الوجه وفيه حالة ما يشبه يعني الحزن او الزعل على وجه هذا الطفل طيب اللوحة دي كانت ما تسمى بالايدي تقاومه كان دي الترجمة بتاعت اللوحة او اسم اللوحة رسمها مين؟ رسمها رسام اسمه بيل ستونهم وكانت اترسمت سنة 1972 اتعرضت في واحد من المعارض او طلب المعارض ده من الرسام ده كان مشهور انه بيرسم حاجات غريبة وقتها في الولايات المتحدة الامريكية في بيفري هالز طلبوا منه معرض اسمه فيان جارتن انه يرسم لوحة غريبة عشان تتعرض واحدة من اللوحات الملفت عشان تتعرض في المعرض او في العرض السنوي بتاع هذا المعرض رسم اللوحة دي شارك بيها في المعرض الناس بدأت تشوف ده الرسام بتاعها لهو السيد بيل بيل ستونهم رسم اللوحة وشارك بيها في المعرض وفعلا اللوحة لفتت النظر جدا والناس بدأت تستغرب أنه يعني إزاي اللوحة دي مبدعة وإزاي اللوحة دي عظيمة وملفتة والناس بدأت تقف تتفرج عليها وتركز في تفاصيلها والإيدين اللي مرسومة في اللوحة حاجات من هذا القبيل بعد شوية مجرد ما تعرضت اللوحة والناس بدأت تهتم بيها بدأ صاحب المعرض يقول أنه مهتم جدا بهذه اللوحة وأن اللوحة دي هي اللوحة الأثيرة والمهمة بالنسبة له وأنه قرر أنه يعني يخليها اللوحة الأم في المعرض المهمة كثرة الاهتمام بهذه اللوحة وإبداء صاحب المعرض الاهتمام بهذه اللوحة لفت النظر أكتر للوحة بعد شوية صاحب المعرض مات في حادث غريب جدا كان لفت للنظر مش هنحكي تفاصيل حادث الناس اللي هتقرأ هتلاقي قصص وفاة الناس اللي ارتبطت بهذه اللوحة بعد شوية خروج من هذا الرجل اقتنى اللوحة شخص آخر شخص آخر ده كان ناقت فني كتب عن اللوحة دي واتكلم عنها كتير جدا في الصحف وكان شايف انها حاجة عظيمة جدا ولما مات صاحب المعرض بدأت اللوحات المهمة تتباع راح هو اقتنى اللوحة دي بعد شوية النقد ده برضو تعرض لحادث غريب ومات بشكل غريب جدا بدأت اللوحة تنتقل من شخص آخر كل الناس اللي تعلق على هذه اللوحة تعليقات إيجابية وتقتنيها في بيتها يحصل معها مشكلة بشكل أو بآخر يموت صاحب اللوحة لحد ما بقيت ملفتة جدا وصلت لإيد مين؟ وصلت لإيد الممثل جون مارلي جون مارلي كان واحد من الناس اللي هو ده كان واحد من الناس اللي شاركوا في أسطورة السينما العالمية فيلم العراب جاد فازر وكان يعني في هذا التوقيت مشهور جدا وكان برضو كبر في السنة ما كانش صغير في الوقت ده اقتنى اللوحة خلال فترة صغيرة جدا مات جون مارلي وكان طبعا بيعلق الكثير من التعليقات على هذه اللوحة ومنها حاجة مهمة وحاجات زي كان بعد وفاة جون مارلي اختفت اللوحة وما ظهرتش مرتين فضلت اللوحة مختفية لحد ما جيه سنة 2000 واحد طبعا الناس بحثت عنها بشكل كبير جدا الناس كلها قاعدوا تدور على اللوحة وكان فيه أحاديث كثيرة جدا عن هذه اللوحة لكن اختفت خلاص بعد فترة سنة 2000 في واحد عرض على واحد من المواقع الشهيرة اللي بتبع عليها كل حاجة من الإبرة للساروخ زي ما بيقولوا عرض لوحة قال إن اللوحة دي هي اللوحة الملعونة المفقودة طيب قصتها ايه كتب يا جماعة أنا لقيت اللوحة دي اللوحة شكلها كذا كذا وضع صورة اللوحة لحضراتكم شايفينها لقيتها مرمية في يعني واحد من المخازن جنب مصنع في منطقة مهجورة المصنع ده مهجور من سنين لقيتها مرمية في المخزن بشكل مريب بالنسبالي خدتها نظفتاع اللي قدتها عندي في البيت كتب بقى ملاحظاته والأحداث اللي حصلت معاه على الموقع وهو بيعرض اللوحة قال بنتي بقت بتشوف بالليل إن اللوحة الطفل اللي حضراتكم شايفينه ونرجع باللوحة معلش الطفل اللي حضراتكم شايفينه ده كأنه بيخرج بيحاول يخرج من اللوحة والعروسة اللي جبه كأنها بتحاول تشد وتمسكه ده الراجل الأخير اللي اشتراها أو اللي وصلت له من اللي لقاها في القمامة أو في المخزن قال إنها حصل فيها كده بنتي بقت بتقولي تعالى بابا شوف اللوحة دي بيحصل فيها إيه أنا بالليل لما بقوم أشرب أو أعمل أي حاجة بلاقي الطفل ده كأنه بيسرخ وبلاقي كأن العروسة دي بتمسك الطفل ده وكأن الأياد اللي بره دي بتحاول تشد الطفل قال بنتي صغيرة عمرها سبع سنين وأنا ما انتبهتش بعد شوية بقيت أسمع أصوات غريبة في البيت وأشوف حاجات غريبة قررت إن أنا حط كاميرا أسجل بيها اللوحة دي بالليل بيحصل إيه قال الكاميرا حطتها بدأت فعلا أشوف مشاهد إن اللوحة بتتهز قدام في الفيديوهات الصبح اللوحة بتتحرك من مكانها بدأت أشوف كأنه في الكاميرا ظلال بتطلع من اللوحة وترجع تاني كضباب أو حاجة غريبة لدرجة ما في يوم سجلنا إنه كأن الطفل بيتحرك داخل اللوحة قال أنا عايزة أتخلص من هذه اللوحة وعرض اللوحة بمبلغ بسيط جدا 199 دولار لكن أنا بفتح عليها مزاد ده اللي كان كاتبه والفيديوهات المتعلقة باللوحة موجودة عندي في البيت عمل العرض ده خلال ساعات سعر اللوحة وصل لرقم كبير جدا إنها اللوحة الملعونة اللي كانت عن جون مارلي المفقودة كل الكلام ده بدأ يتردد تاني لحد طبعا ما الصحف العالمية وتليجراف وكله كله بدأ يكتب عن إن اللوحة دي ظهرت مرة تانية زي ما حضراتكم شايفين وأشياء من هذا القبيل وإنه طبعا التاريخ زي ما حضراتكم شايفين من سنة 2000 جبنا لحضراتكم المصادر فبدأت اللوحة تتباع وصلت لرقم كبير جدا اقتناها واحد من المعارض في ولاية ماتشجان وبعدين قالوا إنه بعد شوية بعد اقتناء اللوحة كمان صاحب المعارض ده مات لكن اللوحة لسه موجودة لحد النهاردة في هذا المعارض ده واحد ده من صاحب المعارض وشخص آخر واحد منهم مات اللي هو صاحب المعارض وبعد اقتناءه بفترة بسيطة مات هو كمان في حدث غريب اللوحة دي موجودة لحد النهاردة في هذا المعارض لكن كانت ملهمة للناس إنها تتواصل مع رسم اللوحة رسام اللوحة أو الشخص اللي رسامها من الأول تواصله مع السيد بيل قالوا له يا سيد بيل قصة اللوحة دي إيه لن الرجل لسه عايش قال له ما فيش حاجة اللوحة دي ولا فيها عفريت ولا فيها أي حاجة كل دي خرافات بتتقلم فيش أي شيء غريب أنا مش شايف حاجة غريبة ولكن خليني أقول لكم إنه أنا برسمها كان في بعض الحوادث الغريبة اللي حصلت في البيت اللي أنا كنت ساكن فيه وأنا اللوحة نفسها لما رسمتها كنت حاسس بحالة من ناحيةها سيئة وفعلاً اللي اقتناها صاحب المعارض مات وفلان مات وفلان مات وكل الناس اللي مرت عليها ماتوا بشكل مريب جداً وأنا ما صدقته تخلصت من اللوحة دي ومش حايز أسمع عنها حاجة تاني ده الرسام للرسم اللوحة فده أثار الجدل أكتر فضلت الناس تعلق على الموضوع لحد ما اتعمل عنها روايات وتحولت واحدة من الروايات إلى ما يشبه الفيلم في إطار نفس هذه اللوحة دون استخدام اللوحة نفسها ولكن في أطر مختلفة تحولت إلى رواية في أعوام تالية على عام 2000 فضلت اللوحة موجودة لحد النهاردة في هذا المعرض ولكن اللوحة لا تباع واللوحة غير مش عرضينها للعرض يعني أو مش عرضينها للبيع والناس اللي بتروح القسم الخاص باللوحة دي له تذكرة خاصة بيه لوحدها وبيقال بقى أنه الناس اللي بتدخل بيتعرضوا الإغماءات والأطفال بيشوفوا كوابيس بالليل وأشياء من هذا القبيل تفسير الموضوع إيه؟ تفسير الأخير اللي في الموضوع إنه الناس قالت دي الراجل اللي بيع اللوحة أخيراً كان تاجر شاطر وكان بيع شاطر فعشان يعرض اللوحة وتجيب له سعر كبير حاجة لقاها فكتب القصص دي كلها ويعني عمل بحث وعرف إنه كان فيه لوحة بحصل معها كده فكبر الموضوع وما فيش فيديوهات بدليل إنه لما اطلب منه الفيديوهات يقدمها ما قدمش فيديوهات وتحطت كاميرات ترصد اللوحة دي حصل فيها إيه؟ ما كانش فيه حاجة فالموضوع كان غريب جداً إنه الشخص ده مجرد إنه تاجر شاطر عمل تسويق جيد للوحة فاللوحة انتشر دعصتها بإنها حاجة مريبة ومسكونة وكسب من وراها فلوس كتير جداً والمعرض عارف يسوى الفكرة أكتر فكسب فلوس أكتر ولذلك المعرض بيقتنيها لحد النهاردة هذه اللوحة لكن في الاختصار وفي الآخر إنها سميت اللوحة المسكونة وتكتب عنها في عام 2012 هذا الكتاب الكتاب هتلاقوا حضراتنا على الإنترنت